حياة الفقيد عبدالقادر بن صالح شهدت محطات طبعة التاريخ الجزائري من خلال مشاركته في ثورة التحرير الكبرى والمساهمة بعد الاستقلال في بناء الدولة من خلال المسئوليات التي تولها اعلامي حقوقي سياسي وديبلوماسي خلال مسيرته الطويلة والمتنوعة ظل تحت الظل حتى خارج مواسم الحر السياسي ولم يعرف عنه سوى انه رجل دولة يحبذ الاشتغال في صمت ويتفادى بؤر التوتر عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الامة ورئيس الدولة السابق احد رجالات النظام الذي اسسته جبهة تحرير الوطني يوم ان كانت حزبا حاكما واحد امتداداتها في دوالب السلطة في زمن التعددية شابا يافعا التحق بجيش التحرير وسرعان ما اتمنته الثورة فاوكلت اليه مهمة الدعاية السياسية والاعتبارات غير سياسية غادر الجزائر بعيد الاستقلال صوب العاصمة دمشق طالبا في كلية الحقوق ليعود الى الجزائر عام سبعة وستين ويختار لنفسه مهنة المتاعب في يومية الشعب العمومية غير ان القدر كان يخفي له مسارا اخر بانتخابه نائبا في المجلس الشعب الوطني للمرة الاولى عام سبعة وسبعين ثم اعيد انتخابه مرتين الى ان غادر البرلمان عام تسعة وثمانين لمدة اربع سنوات اصبح اسم بن صالح متداولا في مجال الدبلوماسية بعد ان عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية ثم مديرا للاعلام وناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية قبل ان يعود عام اربعة وتسعين بصفته رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي الذي انشئ بعد حل البرلمان وبعد ثلاث سنوات انضم الى النواة الاولى التي اسست حزب الارند الفائز في السنة ذاتها بالتشريعيات ما فتح له الباب للعودة الى البرلمان نائبا ثم رئيسا للمجلس الشعب الوطني وضمن كوطة الثلث الرئاسي انتقل بن صالح من البرلمان الى رئاسة مجلس الامة في عام الفين واثنين ليكون بذلك الرجل الثاني في هرم الدولة الى غاية عام الفين وتسعة عشر وبمقتضى المادة مئة واثنين من الدستور التي اعتمدت كمخرج لازمة البلاد بسبب مرض وعجز الرئيس بوتفليقة تولى بن صالح مهمة رئاسة الدولة مؤقتا الى غاية انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون اليوم يرحل عبدالقادر بن صالح عن عمر ناهز ثمانين عاما بعيد اقل من اسبوع من رحيل بوتفليقة وبعد مسيرة سياسية جمعت الرجلين لعقود من الزمن يرحل بن صالح تاركا صورة غير مكتملة عنه في ذاكرة الجيل الجديد من الجزائريين سوى انه رجل من زمن بوتفليقة اشتركوا في القناة